كل ده خطوة يا فندم يا نهربيات بالمناسبة نعايز يعني أنصح نفسي دائما وأنصح كل زمالي ومش بس زمالي في المعنى أنصح أي مواطن مؤمن حقيقي بكل حاجة بتحصل في البلد دي عزيز المواطن كلنا بقى مواطنينا هو في بلدنا لا تستسلم لأي ابتزاز لا تستسلم لأي شكل من أشكال التهديد اللفظي اللي هو بتاع ايه اي عم ده هيتبّله اي عم ده هيمش عارف ايه اللي بيكتب كده على السوشال ميديا ده واللي يكتب مقال تافه في موقع حقير عاوز يخوفك ليس إلا فعاوز يسكتك فيعمل يقولك إيه مثلا يقولك إيه شاهد يوسف الحسيني فيما مش عارف وصلت تطبيل لمدة مش عارف 15 دقيقة مش عارف إيه وانت لما قلت كده بقى أنا بقى كشيت لا خلص مش هقول مش عارس حد يقول علي كده نطبل مين يا ابني لما كان الإخوان بيعملوا الللي عشان ينولوا الرضا السامي كان ناس كتير جدا والمزيع اللي بتكلم ده أقلهم ووقفين في وش اللي مش عاوزين ننول رضا رضاهم السامي ولا فرقت معانا في حاجة لحنا ولا أهالينا ولا عائلتنا ولا كان فرق معانا الأول خد بالك أي بني آدم شريف مفيش على رأسه بطح يحسس عليها البني آدم اللي يبقى مؤمن بالإنجاز اللي في بلده وعمره ما يبقى بينافق وعمره ما يبقى بيطبل أنت بتمشي على طريق نظيف وبتروح مدرسة كويسة هتيجي تقول لي يعني خلاص المدارس دلوقتي بقت مدارس فنلندي نرويجي هولندي أقول لك لأ لأ طبعا لأ ولا نصها حتى يعمل ماشي لكن هي دي زي اللي كانت موجودة من عشر سنين أو من تسعة أو من تمانية أو من سبعة الرئيس قال لك إحنا بدأنا الخطوة لإن إحنا بدأنا عايز إيه إحنا بدأنا بدأنا وماشيين وباستقرار وخطوتنا سابتة كده ورسخة في الأرض خلي إيمانك ما يتهزش إثبت كده زي الشجرة جدر ضارب في الأرض والفرع هيتول وهيوصل للسماء ولا تقلق وإوع حد يبتزك ولا يخوفك طنش امشي دغري قطر ما بيقفش على محطات ترجمة نانسي قنقر